شارك أطفال مبادرة ابن أديبا التي أطلقتها تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل بمقر مركز الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال هذه الورشة قامت الكاتبة سماح أبو بكر عزت بتدريب أطفال المبادرة على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال مناقشاتهم حول أعمالها القصصية الأخيرة التي تحمل اسم صلاح وأمنية وأهداف التنمية كما شارك عدد من أولياء الأمور الذين أشدوا بالورشة وبتأثيرها على أبنائهم